من العاصمة الليبية طرابلس مرسلنا هناك زياد الورفلي زياد أبدأ معك من لقاءات دبيبة والامنفي مع القيادات العسكرية فيما يتعلق بمسألة توحيد الجيش وتطبيق وتنفيذ مسار ومخرجات لجنة الخمسة زائد خمسة اللجنة العسكرية أين وصل هذا الحرك؟ نعم التقى السيد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع السيد رئيس الحكومة الدبيبة مع لجنة خمسة زائد خمسة حول توحيد الجيش طبعا لم يستمر هذا الاجتماع طويلا حتى خرج السيد الدبيبة ليجتمع أيضا مع ممثلي برقا في البرلمان حول نفس المسألة وعفوا حول مسألة منح ثقة للحكومة كما نعلم بأن هناك انقسام كبير في هذه الأيام بين أعضاء البرلمان وأن هناك أكثر من 140 نائبا متواجدون في طرابلس وأيضا اجتمعوا اليوم في فندق باب البحر حول كيفية انعقاد جلسة لانتخاب رئيس مجلس نواب جديد فيما من الجهة الأخرى صرح رئيس مجلس نواب السيد عقيلة صالح بأنه لا يمكن أن تتم أي جلسة دون حضوره شخصيا وأيضا لا يمكن سحب الثقة منه كرئيس مجلس النواب إلا إذا اشترط أحد الشرطين الموجودة في القانون والدستور وهي أن يكون رئيس البرلمان في حالة مرضية ألزمته الفراش ويثبت تقرير طبي ذلك أو أنه يعرق الجلسات البرلمان وقال أنا لم أفعل هذا أما من ناحية الأخبار التي وردت ربما قبل قليل من الآن أن المتحدث باسم البرلمان الليبي قد أعلن في تصريح رسمي أن لجنة 5 زائد 5 قد رسلتهم بخصوص إقامة الجلسة في مدينة سرط وأنها جاهزة وأن لو ضع الأمنية في سرط حسب قوله ممتازة وأنه يمكن للبرلمان أن يعقد جلسة قريبة في مدينة سرط إذن ربما هذا أحد الخيارات المطروحة أن تتم جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبرلمان والمصادقة على الحكومة الجديدة في مدينة سرط هل هو هذا الخيار الوحيد أم ربما يتم الحديث عن خيارات أخرى خاصة أننا أبام ربما أقل من ثلاثة أيام لانتهاء المهلة التي سيقدم بها سيد عبد الحميد دبيبة تشكيلته الحكومية نعم دعني أأخذك إلى منحة آخر في هذا الحديث حتى ربما نضع صورة موضعية للمشاهد الكريم وهو أن أحد أعضاء مجلس النواب السيد عبد السلام نصية قد صرح في التويتر أنه وهذه الكلمات التي صرح بها ربما تضع الكثير من النقاط التي يستوجب ربما ذكرها ويستوجب معرفتها خاصة وهو قال بأننا لن نسمح بمقايدة رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي وطبعا من خلال كلامه قال بأنه لا يمكن ابتزاز رئيس الحكومة ولن نسمح بذلك من أجل التحصل على منصف في رئاسة الحكومة هذا يثبت أن الإنقسام الحاصل حاليا في مجلس النواب هو من أجل مناصب في الحكومة الجديدة ولكن حسب المعطيات على الأرض مبدئيا أن الكلمة الأخيرة ستكون للأمم المتحدة لأن الإنقسام مازال مستمرا وربما إذا انعقدت جلسة سحب الثقة ما تسمى بجلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح فإن الإنقسام حسب المؤشرات الموجودة سيكون أكبر وربما سيدخل في دوامة أخرى ولن تمنح الثقة للحكومة الجديدة وهذا ما يخشاه الجميع ولا يريده أحد والآن الجميع يتحدث عن وربما ذهب العودة من جديد إلى لجنة الـ 75 نعم في جينيف زياد الورفلي مراسلنا في العاصمة الليبية طرابلس شكرا جزيلا لك